موعدكم بالضبط في جولة ولمحة صغيرة على أهم الأحداث وأهم المواضيع والضيوف اللي يكونون حاضرين معنا في مختلفة لبرامج في الإكسبرس وهك العادة البداية يكونون ببرنامج إكسبرسون تلقوه بعد شوية من 7 إلى 9.5 متى أسباح وسامة لحكيري في تعويض الوسيم بالعربية يكونون حاضرين معنا عبدالله العبيدي الدبلوماسي والسفير السابق ونحكيوا على مطالبة تونس بمزيد من الوقت لدراسة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي طرق الجرويش عضو المكتب التنفيذي لشبكة مراقبون نحكيوا على موقف شبكة مراقبون من تقسيم الدوائر الانتخابية ونحكيوا في ملف التعليم مع توفيق الشابع عضو المكتب الوطني لجامعة العامة للتعليم الأساسي بخصوص تواصل عادة حجب الأعداد والوزارة تصعد شنو الموقف متاع الجامعة من القرار هذا لبنا بدأ تلقوه في شارع التونسي من 9.5 نصف النهار ونكون لحديث في الرادار بخصوص ارتفاع عدد حوالث الطرقات إلى أكثر من 29% مع مرادة جويني رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور وفي كلام مسؤول يكون لحديث حول آخر الأرقام والمؤشرات وكالة التعاون الفني مع ممثل عن الوكالة وفي الرادار الثاني وضعية الحجاج تونسيين بعد أداء مناسك الحج مع ممثل عن الجامعة العامة لوكالات الأسفر ونحكي في أكتيو كونسو بخصوص تواصل صعوبة التزود بمادة الفارين لدى المخابز مع سلم البادري رئيس مجمع للمخابز العصرية بي كونكت تقريبا كنتالي أهم الضيوف والمواضيع بيشترقوها كيف تزماليه في كل البرامج لليوم 30 جوان 2023 احنا مازلنا موصلين معاكم بعد شوية نعطيكم أهم خبار وأهم خبار خاصة اقتصادي في تونس أقعد بغنشي علىك سخيسة